هذا وضع استثنائي في الإمبراطورية الإمبراطورية التي تواجه حرب ساخنة في أوكرانيا تتواجه مع الصين في عدة مستويات خاصة حول طايوان وحول جنوب شرق آسيا وحول التجارة وحول الهيمنة والصعود الصيني تغرق في أوحال غزة يفتح لها ملف أنا في اعتقادي هو أخطر من كل هذه الملفات وقد تذهب أنا كنت تكلمت على هذا منذ سنوات في الحقيقة حتى قبل أن يحدث الهجوم على هجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول على مقر الكونغرس قلت أن أمريكا مؤهلة لفوضى عارمة قد تذهب إلى حرب أهلية الآن كثير منهم يتحدث عن الحرب الأهلية في أمريكا إذا حدثت حرب أهلية في أمريكا طبعا ستكون كارثة على أمريكا ولكن أيضا سيكون تأثيراتها رهيبة على العالم يعني أمريكا هي الشدة التوازنات توازنات استعمارية استغلالية فيها كثير من الظلم لكن كين توازنات تخيلنا أكبر رأس يختفي أو ينشغل في حرب أهلية العالم ينقلب رأس على عقب هذا موضوع طبعا راح يبقى إلى الانتخابات ومن بعد الانتخابات الانتخابات هي في خمسة نوفمبر يعني باقي من الآن كم باقي أربعة خمسة أشهر وأكيد أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة القلاق الكبرى وتتميز هذه القلاق الكبرى إضافة إلى مشكلة الدولار لعندهم مشاكل أخرى كثيرة جدا لكن تتميز بتحديات خارجية كبرى الروس والصين والتوحش الصهيوني في غزة إضافة إلى بعض القضايا الأخرى وإلى قلاق الكبرى داخل الولايات المتحدة نفسها